بيقال ان الوجع اللي بنحس بيه بعد الانفصال العاطفي بيشبه تماما الوجع الجسدي فيه مرات كتير على قد ما بنكون متعلقين بالشخص اللي بنحبه وخسرناه بالله طبعا صعوبة كبيرة اننا تعافى من الصدمة وقالما الابتعاد عن شخص كان كل حاجة في حياتنا بيكون وقع كبير جدا علينا خاصة على صحاتنا النفسية اللي وجع فيه مراحل كتير او بيكون مسابب لكل وجع الجسدي مش بيتساوي بيه بس كيف نقدر نتخطى هيد المرحلة بحال ما رأنا بتجربة انفصال صعبة خاصة انه منعيش مع مشاعر مختلطة بهيد الفترة مثلا عم نحكي عن الشك الخوف الشعور بعدم الامان يعني نحنا عم نحكي عن النصايح يلي ممكن تساعدنا وشو هي مراحل التخطي الخمسة يلي نحنا طبيعي نمرق فيها لنتعافى من هيدا البريكوب نحن نعرف اكتر على هيدا التفاصيل مع الدكتور مصطفى النحاس استشاري نفسي اهلا وسهلا فيك دكتور مصطفى النحاس يا دكتور مصطفى ازايك الحمد لله تمام بيهي الاخبار يعني احنا هنهد الاضاءة وهنرايح الكراسي هنطلع التشو هنطلع الكابت اللي دوه وانا عيبت هنطلع التشو فعلا عشان دي اهم الحاجة عن بيه بص يعني في الاول كده السؤال اللي بيخطر على بال ناس كتير اوي احنا نعمل ايه علشان نتخطى المشاعر بمختلف اشكالها بعد الانفصال العاطفي خاصة لو العلاقة كانت قوية جدا طبعا احنا محتاجين ندرك بس ان مشاعرنا بتنتهي في يوم وليلا يعني طبيعي ان يكون فيه اثر للعلاقة دي جوانا وبياخد شوية وقت فبداية الامر في ان انا بسمح لنفسي بمشاعري اين كانت بدون ما بحكم عليها بدون ما بحط عليها يعني عب اللوم والجلد والتقنيم واني ذا حطيت نفسي في ده او المسئول ايه عن ده انا اللي جواه ده حصل نتيجة الموقف فبداية الامر في تقبل مشاعر جميل دي انا اني باخد وقت عشان المشاعر دي تنتهي يعني افعالي مالهاش علاقة بالمشعور اللي جوايا قد اكون مسلا بنزل شغلي وجوايا تقولي قد اكون بتحرك وانا حسس بواجعة بس انا محتاج بتحرك في الحياة عشان اخافف عن نفسي الحمل ده ثالثا والاهم الناس المحيطة يعني الناس اللي حولي بشتكل مين بحكي مع مين فبيدوني فيدبك شكل ايه هل بيقيموا مشاعري بشكل جيد ولا بيقاللوا مني ولا بيسمعوني كلام سلبي ولا بيزايدوا على مشاعري فما بحس وحش عن نفسي اهم ما في الخصة كلها ان انا بغاني تماما التعامل مع الشخص اللي عندي معه مشكلة يعني لو علاقصي انتهت بشخص ما ينفعش افضل اتابعه على السوشيال ميديا افضل ادور على اخباره ولا بعثلوه ولا بعثلوه الانيالات بكل اشكال التواصل برا يعني احسن شي انه يقطع الواحد علاقته بالشخص التاني طيب دكتور سؤالي لك يعني هل والعلاقة مستمرة اذا بناينا تعلق صحي مش تعلق قلق او الانكشيز اتاتشمنت هيدا شي ممكن يساعد الشخص انه يتخطى الشخص التاني اسرع بحال ترك حبيبه طبعا هو قصة كمان مش بس اسرع هو يتخطى بشكل امن يتخطى من غير ما يسيب جواه جرح عميق يعيش معه يعني المشكلة لو عندي نمط تعلق مرضي عندي مشكلة في التعلق القلق او ابويدنت تنابي يعني اين كان النمط اللي عندي لو فيه اتراب بيثالي نهاية العلاقة اصعب بكتير حتى لو انا المختار وانا اللي وسط القرار انها فيها صعوبة فان انا بعرف اوصل لشكل متوازن في العلاقة بيكون فيه تعلق مرضي بيكون فيه مشاعر جيد راحة جاية فده بيثالي الامور اسهل علي اما بتخطى مش بيصيف جواه اثر سيئ فبعرف عايش بسلام بكتير هو يعني مصطفى هو ايه الاصعب ان احنا نتخطى التعلق بحد ذاته والمشاعر اللي كانت موجودة ولا مشاعر الغضب والحزن ان هو ليه سابن او سابتن ما هي المشكلة ان التساؤلات بتفضل معنا الفترة احد مراحل التخطي انه بيكون عندنا حالة كده من المساومة اني لو عملت كذا كنت قدرت تحافظ عليه احساسي بالذنب بيخانيه طوالقتي بيدور على اسباب عايز سبب منطقي مخي يستوعبه هو ليه سابني ومشي فبفضل ادور على كل الاسباب الممكنة قد اكون بالوم نفسي قد اكون بالوم الظروف بالوم الدنيا على انا وسلطله فانا بدور على حد احمله الزنب عشان ارتاح فده اللي بيخلي التخطي اصعب ان انا بفضل واقف عند السؤال بتاع هو سابن ليه هو حبني ولا ما حبنيش هو كان بيتحك عليا كان بيجذب عليا هو جايز حبني بس معندوية استعداد يفزل مجهود بيجذب حبني يصبح شخصي مش امين كفاية يعني حبه مش مبرر للأذى في أصبحت بتحب بيستعمل أشياء سلبية فانو حبني اولا مش هو الموضوع المهم انه انا عارف احب نفسي ولا انا عارف اكتوي واجعي ولا لا هو ده الأهم دكتور كلامك اشعار مبدأيا كثير عم يضرب بالصميم مبدأيا في حالة نسمع لنا كثير على السوشال ميديا اللي هي البروكن هارت سيندروم هل القلب المكسور ممكن يؤدي لضعف عضلة القلب مثل ما بيقولوا لا هو مش بيؤدي لضعف عضلة القلب بس بيؤدي أعراض بالضبط شبه الزبحة الصدرية يعني بالضبط أعراض مشابهة للمشكلة الحقيقية اللي بتحصل في القلب وعممنا احنا عندنا جزء اللي هو السايكو سوماتيك او الأعراض النفس جسمانية اللي بتحصل بشكل الجسدي نتيجة أعراض نفسية عندي وده بيحصل مين لي نتيجة الكابت نبي نمارس الكابت في مشاعرنا بدون وعي ده جسمي بيشتكي جسمي بتدي أعبر الأعراض دي بشكل جسدي بقولون عصب بيب واجع في الظهر واجع في الرقبة تسقط شعر دي كلها حاجات متكررة جدا في أعراض نفسي جسمانية المهم طبعا القلب المنكسر احساسي ان انا يعني قلبي اتكسر فعلا واحساس ان انا ضربات قلبي سريعة او نفسي مكتوم او مش عارف هتعايش وتكرار ده وارد ان يأثر على الوظيفة يأثر على وظيفة طبيعية فمهم ان انا بقى اعرف بس السورس بقصة بقى اعرف مصدر الموضوع يعني الدكتور كرميل هيك انا بعبر وما بأثر مبدأ كرميل حافظ على صحته حالله حتى لو تعبري لو احنا بنتكلم احنا دايما في صراع في كل حاجة ما بين البنت والولد حتى في الموضوع دايما يقول لك البنت لا ده هي بتحزن اول كم يوم وبعد كده خلاص بتنسى تماما الولد بيفكوا بيفنفنوا بيروحوا بييجي لكن بعد كده بيخش في اكتئاب كبير جدا جدا ايه الصح والغلط في الموضوع ده جميل طبعا هو فيه اختلاف ما بين يعني النوعين بطريقة استقبال كل واحد لمشاعره الراجل عنده مسكلة كبرى مع الايجو مع الانا هو بيتربى من طفولته ان الراجل ما يعيطش وانه ما ينفعش يخاف وانه ما ينفعش يحزن فطول الوقت هو بيخاف من مشاعره السلبية فمش بيقدر يعبر عنها بسهولة فأول حاجة بتديره هو الانكار انه تمام وانا كده حياتي بقيت فيه وانا خبت حروريتي في الانطلاق وبتلنطلب اسبوع بصاحب ناس تانين واعرف ناس اسبوع بالضبط ويدخل التابل اك بعدها بيدخل في دائرة مشاعر سلبية كبرى لانه ما متعاملش اصلا مع الصدمة ومتعاملش مع الحدث يعني مخ ما عملش مخ للموضوع هو الراجل لما بيعمل ده بيدي نفسه فرصة حتى يستوعب فبيجيل بعد كده بريكداون قوي غالبا بيطف ده بعلقة تانية باول يدخل في علاقة اخرى عشان يسكت المشاعر دي البنت على العكس بتاخد وقتها هذه المشاعر يعني بتنكسر جدا بيبقى عندها تساؤلات كتير بتبقى حاسة طالوقت بالمسئولية وحاسة انها غلطانة وانها ملامة حتى لو هي مش السبب فبتفضل وقت كتير بس لما بتتخطى يعني واضعا ده بيكون أحسن بكتير لأنها وردي خذت وقتها في مشاعرها فده اللي بيفرق ما بين النوعين يعني هاي يعني فينا نقول البنت تتخطى بطريقة هلثي أكتر لأنه ما عنده إيجو فهي بتكون متصالحة مع نفسها هلمشهلها هلمشهلها شو الوقت الطبيعي يلي لازم يستغرق الشخص ليتعافى بعد الانفصال عظيم رجائي الدائم نحن نحن نحط في نفسنا ديدلاين في المشاعر يعني أنا مش عايز أحط لنفسي حاجة تحدني في أن أتحرك المشاعر بتاخد وقتها واستقبلنا أصلا مرزا بعض يعني في حد موقف صغير ممكن يكسره تماما وحد تاني موقف كبرى مستقصد فيه ف منعاتنا النفسية مش قد بعض فمحتاجين نتخلى عن فكرة نحط لنفسي بس لو بنقول الوقت الطبيعي الوقت المتوسط ينحن نحن 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 فيه يعني مثلا بنتكلم من 3 ل 6 شهور أوكي جدا أنا أكون في تقلبات ميزاجية مسموح جدا أنا أكون بيعدي عليه بريكداون بيعدي على وقت أن أنا مش قادر أفانكشن مش قادر أقدر هذا مقبول ومسموح جدا فالإحترام المشاعري بيساعدني أن أتخطأ أسرع واتخطأ أسرع كمان حال هو بيفرق إذا كان الكابل سابين بعض بمشكلة وإخناقة وإنت عارف في تكسير أعظام ولا يسيبوا بعض بسلام ومتفاهمين هما الاتنين طبعا بيفرق بيفرق أنه بيخلي جوانا هي القصة كلها أكتر حاجة بتصعب التخطي هو علاقتي بنفسنا يعني لما الكابل بيكون سايب بعضه بشكل صعب وبشكل فيه يعني علاقة مثلا مؤزية أو النهاية كانت مؤزية جدا الشخص بيأخد وقت طويل على ما يستعيد نفسه يعني يبص للمراية متضايق من نفسه ومش عارفها كويس فده جزء من الأزمة لو إحنا سيبين بعض بشكل صحي بشكل جيد فده بيخفف الحمل شوية أساسي أصلا الشخص اللي ميشي ده عندي القدرة أو عندي المساحة إن التواصل معاه أو ما عنديش تساؤلات ما تجاوبش عليها دايما اللي بيسيب لنا ترؤم أو أثر النفسي سلبي اللي هي المواقف الغير منتهية الكلام اللي ما قلناهوش الحاجات اللي أسئلة اللي ما عدناش إيجابتها ده أكتر حاجة بتسيب عندنا حمل فلما بنتعامل معها أول بأول يعني الحصة انتهت بتوار مختارة ما بين الاثنين كل واحد تتكلم عن اللجواء بسكل متوازن ما جرحش في الطرف الآخر ده بيثفف علينا كتير في نهاية العلاقة تمام يعني دكتور مصطفى احنا أول حاجة بنشكرك لانا حاجة محتاجين كراسات كتير والفترة اللي تفاصيل ما هنخلص منا يعني شكرا كتير إلاك دكتور نورتنا شكرا جدا بناخد نديكور سي جدا